السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي القسم الأدبي في مقررنا الخدمة الاجتماعية لازلنا طلابنا الأعزاء نستعرض دروسنا في مقرر الخدمة الاجتماعية بعد أن وصلنا إلى الفصل الثالث في اختباراتنا اليوم لدينا الاختبار الخامس لدينا مجموعة من أسئلة الاختيار المتعدد وأسئلة الصواب والخطأ وأسئلة أيضا المزاوجة نبدأ بأسئلة الصواب والخطأ تناول المؤتمر القومي العام للخدمة الاجتماعية عام 1935 موضوع العمل مع الجماعة هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ أم أنها قبل أو بعد عام 1935 فإذا الجواب صحيح تناول المؤتمر القومي العام للخدمة الاجتماعية عام 1935 موضوع العمل مع الجماعة لأول مرة طبعا كان يطرح في ذلك الوقت يعرف copy الخدمة الجماعة بأنها تركز اهتمامها على كل فرد في الجماعة طبعا لدينا عدة تعاريف يجب أن نميز بين هذه التعاريف بعضها البعض ونحاول أن نقرن كل تعريف في الشخص الذي قام به فهنا يقول يعرف copy الخدمة الجماعة بأنها تركز اهتمامها على كل فرد في الجماعة هل هذا الكلام صحيح أم خاطئ؟ فإذن خاطئ هذا ليس تعرف copy خدمة الجماعة هي محاولة مهنية متخصصة لتوفي الخبرات والدعم لإشباع الحاجات الأساسية لأعضاء الجماعة هل هذا صحيح؟ فإذاً هذا صحيح هذه مهمة الخدمة الاجتماعية فإذاً إشباع الحاجات الأساسية لأعضاء الجماعة يمكن للإنسان أن يعيش وينمو وينضج بعيداً عن الجماعة هنا يجب أن نفكر جيداً هل يستطيع الإنسان أن يعيش بدون جماعة؟ هل يستطيع أن ينمو وينضج بعيداً عن الجماعة؟ أنه بحاجة إلى أقران فإذاً هو بحاجة إلى أقران في الكلام الذي ذكرناه خاطئ لا يمكن للإنسان أن يعيش وينمو وينضج بعيداً عن الجماعة الجماعة الثانوية هي عبارة عن مجموعة صغيرة من الأفراد لها دور أساسي في تكون شخصية الفرد هل هذا الكلام صحيح؟ فإذاً خاطئ الجماعة الأولية هي العبارة عن مجموعة صغيرة من الأفراد أما الجماعة الثانوية هي عبارة عن مجموعة أكبر من الأفراد لها دور أساسي في تكون شخصية الفرد هذه المجموعة الأولية من الجماعات الأسرة والفصل المدرسي هل تعتبر الأسرة من الجماعات والفصل المدرسي كذلك؟ أم أنها لها تسمية أخرى؟ فإذاً صحيح الفصل الدرسي أو المدرسي والأسرة هما من الجماعات الآن ننتقل إلى أسئلة الاختيار من متعدد تستخدم الاختبارات المقننة لمعرفة السرية التقبل الفروق الفردية أم الاعتراف الاختبارات المقننة الاختبارات المقننة مثل اختبار رشاخ وغيرها فإذن ليس التقبل ولا السرية إذن الفروق الفردية تستخدم الاختبارات المقننة لمعرفة الفروق الفردية الدراسة عمل يهدف إلى إيجاد أو تطوير تشخيص مناسب للحالة إيجاد علاج للحالة وقاية للحالات المستقبلية أم كل ما سبق خاطئ فإذن هل هي إيجاد أو تطوير تشخيص مناسب للحالة أم إيجاد علاج للحالة أم وقاية للحالات المستقبلية أم أن كل ما سبق صحيح أو خاطئ فإذا هي لإيجاد وتطوير شخصيات تشخصة فن مناسب للحالة من أدوات الدراسة الملاحظة الملاحظة بالمشاركة الملاحظة بدون مشاركة أم كل ما سبق صحيح أم كل ما سبق يعني يعتبر أدوات الدراسة فإذا يمكن قول أن كل ما سبق صحيح كل ما سبق هو من أدوات الدراسة الملاحظة والملاحظة المباشرة الملاحظة البسيطة توفر المقابلة بيانات واقعية عن حالة المبحوث مشاركة الأخصائي للعميل في الحدث مراقبة الأخصائي للعميل استخدام الأخصائي لحواسه في مراقبة العميل أي منها ما توفره المقابلة فإذا توفر لنا بيانات واقعية عن حالة المبحوث تتمثل الوظيفة الأساسية للتشخيص فيه التعرف على مدى إلمام العميل بحجمه وطبيعة مشكلته تبادل الرأي وتكوين القناعات المشتركة بين الأخصائي والعميل استخدام نتائج الملاحظة والمقابلة تطوير أنسب الخطط والبرامج للعلاج أيها تعتبر الوظيفة الأساسية للتشخيص إذن تطوير أنسب الخطط والبرامج من أجل العلاج الآن ننتقل إلى أسئلة المزاوجة لدينا هنا قائمتين يجب علينا أن نقوم بالتوصيل بين هذه القائمتين أولا يقصد بالجماعة ماذا نعني بالجماعة؟ ماذا نقصد بالجماعة؟ يقصد بالجماعة كل مجموعة من الأفراد يزيد عددهم عن اثنين طيب تنطلق طريقة خدمة الجماعة من من فهم اتجاهات ومشاعر وأحاسيس ومشاكل الأفراد في إطار عضويتهم في جماعة معينة أيضا يقصد بمعايير الجماعة القواعد والأسس التي تنظم السلوك والعلاقات بين الأعضاء يقصد ببرنامج الجماعة يقصد ببرنامج الجماعة الإطار العملي المتضمن تحديد أوجه النشاط والفعالية يقصد ببنيان الجماعة أخيرا هيكلية الأدوار والمعايير المنظمة للعلاقات بين أفرادهم فإذن بذلك نكون قد أنهينا اختبارا من الخامس طلبان العزاء ولازلنا مستمرين في القيام بمجموعة من الاختبارات حتى نصل إن شاء الله إلى نهاية الفصل لنبدأ فصل جديد بعد انتهائنا من اختباراتنا أتمنى أن تكونوا قد وفقتنا فيما قدمناه لكم وأن تكونوا قد استفدتم من المعلومات التي تم عرضها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته